في سياق التداعيات المتصلة بأمن الملاحة الدولية حذرت 26 منظمة إنسانية عاملة في اليمن من خطورة آثار كارثية للتصعيد العسكري الأخير في البحر الأحمر وقالت المنظمات في بيان مشترك إن التصعيد الحاصل سيؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية في بلد يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وفقا للبيان فإن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى الطرار مزيد من المنظمات لوقف عمليتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية مستمرة كما أن التأثيرات على البنية التحتية الحيوية بما فيها الموانئ الاستراتيجية سيكون له آثار كبيرة على دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات المنظمات قالت إنها بدأت تشعر بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر إذ سيؤدي تعطيل تجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة في سياق كانت الجهات العاملة في المجال الإنساني قد أعلنت تعليق عملياتها في أعقاب الضربات الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن البيان بشكل غير مباشر ربط بين أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح ولتحقيق الاستقرار في المنطقة وبين كونه ضرورة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان توصيل المساعدات الإنسانية لنحو 21 مليون يمني بشكل آمن ثم تقلق من أن ينعكس تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية عالمية سلبا على التعاطي الدولي مع الاحتياج الإنساني للشعب اليمني الذي يدفع ثمن الجنون الحوثي منذ انقلاب الجماعة على الدولة في سبتمبر 2014 ترجمة نانسي قنقر